بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم في مادة مختبر المايكرو بروسسر أو المايكرو بروسسر بروغرامنج لابريتاري بمحاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله راح نتعرف بصورة أكبر على برنامج الاميوليتر الـ 8086 راح نشغل البرنامج الخاص بمادتنا هذه هذا البرنامج يمكننا من كتابة برامج باستخدام لغة الأسيمبلي للمعالج الـ 8086 وهو أحد معالجات شركة أنتل الشركة الرائدة في إنتاج المعالجات الدقيقة أو المايكرو بروسسر لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى اللي يستخدم بها المايكرو بروسسر أخذنا في المحاضرة السابقة بعض الأجزامبلز اللي تخوص عملية كتابة برنامج بسيط وكيفية تنفيذ خطوة بعد خطوة وبعد هذا شفنا الـ Registers اللي تتأثر بهذه العمليات اللي قمنا بها من خلال الإعازات البسيطة اللي كتبناها بالبرامج السابقة اليوم رح نأخذ أمثلة أكثر إن شاء الله على إعازات مختلفة ورح نتطرق اليوم إلى موضوع مهم وهو ما يسمى بالـ Flags أو الـ Status Register مثل ما شفتوا عزاء الطلاب أنه فتحنا أو شغلنا برنامج الـ Emulator طلعت لنا هذه النافذة بالشكل اللي شفناه بالمحاضرة السابقة رح نختار مثلا هنا يعني New File ونبقي الاختيار على الـ Command أو الـ Com .com يعني File حتى نقدر نكتب كومانس أو إعازات خاصة ببرنامج الـ AT86 لاحظ هنا نختارينا ملف جديد وهذه هي الواجهة الخاصة بالبرنامج عند فتح برنامج جديد للمرة الأولى تظهر لنا هذه الملاحظات وهذا البداية الخاصة بالبرنامج نستخدم بيها لعاز أورغ والـ Default Value إلى هي 100H وأيضا ينتهي البرنامج ما تبلي عاز الـ Return الآن نرجع إلى الواجهة الخاصة ببرنامج الـ AT86 Simulator الآن رح نبدي بعملية مسح للشاشة حتى نقدر نبدي برنامج جديد نكتبه بنفسنا بالتفصيل طبعا سنحول عملية الكتابة إلى اللغة الإنجليزية نترك النفة فراغ فراغين في أعلى الصفحة حتى الكتابة تكون واضحة بالنسبة لنا نكتب مثلا ملاحظات بسيطة هذه الملاحظات لازم تسبقها الفارزة المنقوطة ونكتب مثلا اليوم مثلا هذا البرنامج الثاني فرح أكتب هنا لنا The Second زيان خلين نقول مثلا example العفوة شندا كتب بالاتجاه هنا لدينا هنا رح نكتب The Second Example هذه ملاحظة بسيطة تذكرنا بأنه نكتب برامج زيان وهذا البرنامج هو المثال الثاني في حالة مالتنا المختبر المايكرو بروسسار إذن هذا هو المثال الثاني احنا سوينا كومنت بسيط بس مجد حتى نظل في بانه كيف نكتب كومنت هذه فارزة من قوطة بعدين الكتاب اللي انت تريدها او الملاحظة تريد تكتبها الآن رح نكتب الإعاز E-O-O-R-G هذا الإعاز يبدي قيمة الانستركشن پوينتر عند قيمة معينة وهذا القيمة هي بداية كتابة البرنامج بالذاكرة في قطاع الكود سيجمينت قلنا ذاكرة عزائي الطلاب تكون مقسمة إلى عدة أجزاء وهذه الأجزاء اللي يتعامل وياها المعاجد الدقيق هي أربعة الجزء الأول يسمى بالكود سيجمينت ويؤشر على الموقع الحالي هو الانستركشن پوينتر وعدنا القطاع الثاني وهو الداتا سيجمينت وعدنا قطاع ثالث اللي هو ستاك سيجمينت والقطاع الرابع اللي يسموه بالإكسرا ديتا سيجمينت الآن من نكتب احنا أورج 100 أجز معناته الانستركشن پوينتر رح يبدي عدى رقم 100 وبنفس الوقت يعني معناته رح نخزن في قطاع الكود سيجمينت وابتداء من الرقم اللي احنا ذكرناه بلي عاز أورج الآن اليوم محاضرتنا إن شاء الله رح ناخذ إعازات اللي هي إعازات الآد إسه رح نكتب الإعازات ماتنا بالملاحظة ماتنا إعازات الآد وإعازات مثلا السابتراكت وأيضا رح نتطرق إلى موضوع ما يسمى بالفلاكس الفلاكس يعني الرايات أو العلامات الخاصة بالناتج اللي يوضع في المعالج الدقيق يعني في وحدة زيان الحساب والمنطق في وحدة الفلاكس يأشر إنه إشارة إذا كان ناتج سالب أو إذا كان الناتج مالتنا صفر أو الناتج مالتنا بي باريتي أو بي كاري أو بي بورو إلى آخره فيطلنا إنه يعني خليني نقول ملاحظات حول الناتج اللي حصلنا في العملية الرياضية الأخيرة طبعا هذه الفلاكس تحتفظ بحالة الناتج الأخير ناتج العملية الرياضية أو المنطقية الأخيرة اللي قام بيها الماكبر السر يعني ماتا كل ما تتغير عمليات كل ما هذه الفلاكس تتغير قيمهم نحن اليوم نريد نكتب برنامج بسيط بعمليات جمع وعمليات طرح وعمليات مثلا إضافة أو إلى آخره من العمليات الرياضية البسيطة وريد نشوف تأثيرها على الفلاكس أول شي راح نحمل مثلا مسجل معين وقد يكون هذا المسجل مثلا أي مسجل من المسجلات اللي أخذناه اللي نسميناه بالجنرال بيربوس اللي هي المسجلات اللي ممكن تستخدم للعمليات الرياضية والمنطقية مثلا ممكن نستخدم لي عاز مثلا موف هذا يعاز نقل لي مثلا المسجل فرضا خلي نقول الايلو زيان نقول له معلومة والنقل مثلا فرضا زيرو مثلا سيكس لاحظ القيمة هاي الزيرو سيكس هي بايت واحد لذلك النقل مالتها راح يصير إلى مسجل بايت واحد هذا الايلو هو مسجل متكون من واحد بايت وهي القيمة الزيرو سيكس هي واحد بايت أيضا طبعا نحط الحرف اتش دلالة على انه هذه القيمة هي بالكسا ديسمال نضغط انتر وايضا راح اعيد نفس الايعاز موف طبعا انت ممكن تكتب الايعاز باتك بالكابتال لتر او بالسمول لتر ماكو مشكلة انا ساد اكتب بالكابتال لتر حتى شوي الكتابة تكون واضحة وحجمها كبير وممكن رؤيتها بسهولة من خلال الفيديو راح انسخ او انقل معلومة مثلا الى البيلو مثلا واخلي القيمة مالتي فرضا خلي اقول الرقم مالتي مثلا صفر زيان اثنين وايضا القيمة بالكسا ديسمال لاحظة سوضعت قيمة مقدارها ستة بالايلو ووضعت قيمة مقدارها اثنين بالمسجل بيلو الآن مثلا اريد اني اقوم بعملية جمع هاتين القيمتين فاني ممكن اكتب الاعاز موف لا نكتب الاعاز مثلا اد واكتب مثلا ايلو فارزة بيلو لاحظ عزيزي الطالب في هذا الاعاز طبعا هنا بالاعاز هذا مالتنا اللي هو اعاز الاد المسجل اللي يكون قريبا من الاعاز الناتج راح يحتفظ في داخل هذا المسجل يعني من نجمع محتويات الايلو مع البيلو يطلع عدي ناتج الناتج وين يخزن بالايلو لو قالب العملية حط البيلو هنا بالبداية وبعدين وضعت هنا الايلو بالنهاية معناته من نجمع الايلو ويا البيلو الناتج يخزن وين في المسجل بيلو تمام اذا هذه هي العملية الاولى اللي سويناها وهي عملية الاعاز اد هذا اعتبار من اول الاعازات الرياضية اللي نستخدمها خلال البرمجة في هذا الموضوع الان ورا ما كملنا الاعاز الجمع ممكن ننهي البرنامج بالاعاز رت اللي هو الرتين وبهذا نكون خلصنا خلنا نقول الجزء الاول من البرنامج مالتنا وهو عملية الجمع لاحظت سيح نكمل عملية الجمع بعدين وراها نضيف عملية ثانية اللي هي عملية الطرح وفي كل واحدة من هاي العمليات رح نشيك الفلاكس الخاصة بالناتج المخزون داخل المايكرو بروسسر رح ننفذ هذا البرنامج البسيط وتعرف مثل ما شفت بالمثال او في المثال اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة نضغط على الاعاز اميوليت حتى ينفذ البرنامج في هذه الحالة لاحظ هذا البرنامج مالتنا اللي هو مكتوب بلغة الاسمبلي الخاصة بالمعاجل رح نصغر هاي النافذة شوفوا الاعازات مالتنا مكتوبة بهذا الشكل وهذه الشفرات الخاصة بالاعاز مالتنا بهذا الشكل مكتوبة هنا زيان وهو قلنا هاي القيم هي القيم الخاصة بشفرة الاعاز ولكن هنا مكتوبة بالديسيمال وهنا مكتوبة بشفرة الاسكي تمام الان رح بدي انفذ الاعاز الاول من البرنامج وهو نقل القيمة ستة الى المسجل ايلو لاحظ عزيزي الطالب قبل من نقوم بعملية التنفيذ لاحظ المسجل الاي اكس المتكون من جزئين ايلو واي هاي شوف محتويات الاي لوجير قيمته حالياً صفر صفر اما بالنسبة للمسجل البي لو لاحظ هنا لدينا هذا المسجل بي اكس هذا جزئ الاول من عنده اللي هو البي لو وهذا جزئ الثاني من عنده اللي هو البي هاي لاحظ هنا الجزء الخاص بالمسجل البي لو لاحظ القيم مالة الحالية هي 0-0 وراح نقوم بعملية أول شيء خزن القيمة 0-6 بالأيلو والقيمة 0-2 بالبيلو ونشوف النادج في العادة ننفذ البرنامج إعاز إعاز حتى نلاحظ التغييرات اللي تصير في كل مرحلة قبل ما نقوم بعملية التنفيذ للبرنامج لاحظ عندك بالأسفل عزيزي الطالب عندك هنا بالأسفل بعض الأزرار اللي من خلالها تقدر تستعرض المعلومات الخاصة بكل تسمية من تسمية هذه الأزرار مثلا أنا أريد أستعرض الفلاكس الفلاكس هذه سرحة أعرضها أنا إليك لاحظ هذه عزيزي الطالب هذه هنا هي الفلاكس شنو يعني الفلاكس الفلاكس هي عبارة عن مجموعة من البتات كل بت يبين لك حالة من حالات الناتج الخاص بالعملية الحسابية أو المنطقية الأخيرة التي أجريت داخل المعالج الدقيق فمثلا هذا الفلاكس الأول زيان اسم الكاري فلاك يعني إذا أنت قمت مع عملية جمع رقمين وكان عندك كاري أو حمل مثل ما سميه بالرياضيات فهذا رح يكون قيمته واحد إذا ما كان عندك كاري يبقى هذا قيمته صفر يعني إذا تحقق الشيء الفلاكس ما لتيصير واحد وإذا ما تحقق الفلاكس ما لتيصير زيرا يعني فمثلا من نجمع رقمين ويكون عندي كاري إذا ظهر عندي رقم واحد يعني يوجد يعني كاري وإذا جمعنا مثلا رقمين أو طرحنا رقمين والناتج كان صفرا فهذا الزيرو فلاك رح يصبح واحد حتى يأشرنا أنه الناتج زيرو لاحظ هذا الزت يعني زيرو والأف يعني فلاك فزيرو فلاك يصبح واحد من تكون العملية الرياضية أو المنطقية اللي أجريتها مؤخرا ناتجها كان صفرا زيان الفلاك الآخر اللي هو يسمى بالساين فلاك إذا كانت الإشارة ما لتيك سالبة رح تشوف هنا رقم واحد موجود وإذا كانت لناتج مالتك الإشارة ما لتيك موجبة فتشوف هنا صفر موجود هذا الفلاك يسمى بالوفر فلاك وهذا الغرض من عنده إنه إذا كان عندك يعني جمع لرقمين والجمع انتقل الكاري مالتا من بايت إلى بايت آخر يعني مثلا إذا تجمع محتويات الأي أكس مع البي أكس إذا محتويات الأي لو مع البي لو مع البي لو مثلا خلني نقول إذا نجمع آخر بيت بالأي لو وكانت القيمة مالتا واحد يتحول على البيت اللي بعده فهذا يسموه أوفرف لو واضح يا شباب يعني إذا أنا أريد أجمع الأي أكس مع البي أكس ففي العادة يجمع الأي لو مع البي لو وأيضا يجمع الأي هاي مع البي هاي لكن إنت من تجمع الأي لو مع البي لو إذا صار عندك كاري بهذا الجزء وانتقل الكاري إلى الجزء الثاني اللي هو حاصل جمع الأي هاي مع البي هاي إذا إجاء كاري فهذا رح يكون زيان القيمة مالتا واحد معناه تعدي أوفرف لو من عملية جمع البيتين اللو بايت الأي لو مع البي لو في عملية الجمع يسمى هذا بالأوفرف لو فلاق الفلاق هذا التالي يسمى بالباريتي فلاق الباريتي هي شنية هي عدد البتات الخاصة بالقيمة واحد في الناتج مالتك يعني مثلا أجرت عملية حسابية وطلع عندك ناتج يجمع عدد البتات اللي قيمتهم واحد فإذا كان العدد زوجي يوضع هنا صفر وإذا كان العدد الخاص بالواحدات فردي يوضع هنا العدد واحد فهذا يبين حالة البتات هل عددهم واحد يعني عدد الواحدات هل هو العدد فردي لو زوجي فإذا كان زوجي فالقيمة هنا تكون صفر وإذا كان عدد الواحدات فردي فالقيمة تكون هذه واحد وهاي الغرض من عندها اللي هو حتى نشيك الإرار أثناء عملية أرسال معلومات من نقطة إلى نقطة أخرى ومراجعة هذا البيت لمعرفة هل هناك خطأ أو ماكو خطأ أثناء عملية الأرسال واضح يا شباب زيان ها بالنسبة للParity بالنسبة للAF أو يسموا الأكزيلوري زيان هذا الأكزيلوري يستخدم في عمليات أيضا الجمع أو عمليات الطرح ولكن هذا من يكون عندك التجمع أربع بيتات مع أربع بيتات يطلع من عندها كاري فيتحول هذا البيت من حالة الصفر إلى حالة الواحد تمييزا عن أنه صارت عندنا حالة أكزيلوري زيان كاري في هذه الحالة الأكزيلوري كاري شنو فرقة عن الكاري الكاري بين أي بيت وأي بيت تجمعهم يطلع عندك الناتج بي كاري يصير الكاري فلاق واحد لكن الأكزيلوري كاري إلا بالبت الرابع إذا كان عندك يعني أوفر فلو أو كاري يلا يأشر أن هذا الأكزيلوري كاري فلاق ويصبح قيمته واحد عندك هنا الف أو يسمى بالانترابت فلاق هاي من يكون عندك عندك مقاطعة للبرنامج الرئيسي بواسطة برنامج فرعي يصبح هذا قيمته لوجيك وان دلالة على أنه وجود طلب لمقاطعة البرنامج الرئيسي والبدء ببرنامج فرعي في هذه الحالة عندنا هذا الفلاق اللي هو الأخير يسمى بالديركشن فلاق وهذا خاص بعملية نقل المعلومات وإحنا نسميها باتجاه الفورورد أو باتجاه الباكورد فإذا كانت القيمة ماتة صفر معناتها فورورد وإذا كان واحد معناتها باكورد وهذا إن شاء الله نجي في وقتنا نشرحها بالتفصيل إذن عزيزي الطالب أثناء ما رح نجري عمليات زين يعني منطقية أو حسابية فهاي قيم الفلاكس رح تتغير بعض الإعازات ما تأثر بقيم الفلاكس هذني ولكن بعضها الآخر يؤثر في قيم الفلاكس هذي شنو الغرض من هذه الفلاكس بالبرنامج مالتنا أو بالمعالج الدقيق مرات المعالج الدقيقي يستخدم هذه الإشارات الموجودة بالفلاكس رجستر للقيام بعمليات معينة داخل البرنامج مثلا يقول أنه أجمع رقم مع رقم وإذا كان الناتج بي كري فأقوم بالعمل كذا وإذا لا يوجد كري أقوم بعمل آخر إذن هذه ممكن يستخدمها المبرمج في إجراء عمليات زيان كتابة البرنامج والانتقال بين خطوات البرنامج بالاعتماد على هذه القيم رح نشوف أولا أنه هاي القيم كيف تتأثر بالعمليات اللي خلي نقول الرياضية والمنطقية وبعد هذا ممكن نستخدمها في البرمج الآن رح ننفذ الإعاز الأول ونشوف تأثيره على الفلاكس أيضا على المسجلات الخاصة بالمعلومات النفذ الإعاز الأول الإعاز موف لاحظ عزيزي طالب الرقم 06 انتقل للأيلو شوفوا السهاني عندي هنا القيمة رقم 06 لاحظ باللون الأزرق معناتها آخر نتيجة أجريت لاحظ عزيزي الإفلاكس ما تأثرت عن الحالة السابقة معناتها الإعاز موف ما يأثر بقيم الإفلاكس هذه لأنه لا هو عملية منطقية ولا هو عملية رياضية وإنما هي بس عملية نقل من مكان إلى مكان آخر رح ننفذ الإعاز الثاني بالضغط على Single Step لاحظ أيضا القيمة 0-2 انتقلت إلى المسجل بيلو في هذه الحالة لاحظها رقم 0-2 قبل كان 0-0 الآن نصبح 0-2 انتقل إلى قيمة جديدة في هذه الحالة الآن المفروض رح ننفذ إعاز الجمع لاحظ رح أجمع المفروض الآن الستة مع الاثنين المفروض الناتج الثمانية وين يوضع الناتج؟ بالأيلو قلنا بالمسجل الأقرب للإعاز تمام الآن رح ننفذ بس لاحظ قبل هذا الإعاز موف الثاني ما أثر بالإفلاكس خليني شوف الإعاز الثالث وهو إعاز الجمع لاحظ إعاز الجمع المفروض يأثر بالإفلاكس هذا اللي يطيني حالة الناتج الآن سأفعل single step لاحظ الآن عملية الجمع زين اجريت ونأتي على الناتج ماتج جمع لاحظ هنا قيمة AX قبل كانت 06 الآن أصبحت 08 وهو الناتج الخاص بعملية جمع محتويات الايلو اللي هي كانت 06 مع محتويات البيلو اللي هي كانت 0 اثنيا فالناتج صار 08 ووضع الناتج في المسجل الايلو لاحظ عزي الطالب هنا لفلاكس يظهر لك انه هي ما تأثرت هي لا تأثرت ولكن لأنه الناتج ينطبق ويا الحالات اللي أمامك يعني مثلا هل عندنا عملية كاري لا ما صارت هل الناتج ماتج جمع يعني الناتج باعه بداخل الايلو الناتج وضع بداخل الايلو هل الناتج بالايلو قيمة صفر لا لذلك الزيرو فلاك ما يصبح واحد وانما يبقى صفر هل عندي كاري اثناء الجمع يعني هل الناتج أكبر من طاقة استيعاب المسجل اللي هو الايلو لا الطاقة الاستيعابية ما لتتكفي انه يخزن الرقم يعني الصفر ثماني داخل المسجل اللي هو الايلو طبعا ممكن يخزن هذا لي حد قيمة اف اف منتج جاوز القيمة اف اف لا رح يصر عندنا كاري في هذه الحالة لاحظ بالنسبة للساني فلاك هل الناتج مالتنا سالب لا الناتج مالتنا موجب لذلك هذا الساني فلاك يبقى صفر هل عندنا اف اف لا اذا صفر هل عندنا بارتي ها خلنا نحسب البارتي شو يعني البارتي زيان هنا البارتي بالنسبة لهذا الرقم هو عدد البتات الخاصة بالقيمة واحد زيان هنا البارتي حاليا هذا البارتي بيت هو قد يكون صفر او قد يكون ايش واحد اعتماد على عدد البتات طبعا المفروض بالبداية مختار هل انت تتعامل مع بارتي من نوع الـ even لون نوع odd يعني تريد عدد الواحدات يكون زوجي لو فردي هنا الظاهر حاليا مستخدم العدد خلني نسميه odd يعني شنو العدد odd يعني انه يبقى العدد فردي للواحدات شوفيسا هنا الرقم صفر ثمانية هو صفر 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 واحد صفر بعدين تجي وراء 4 صفارة يعني عدد الواحدات فردي يعني هذا المفروض القيمة هنا لو البارتي even المفروض يحط واحد لو البارتي odd يحط صفر فهنان الظاهر مختار البارتي odd يعني عدد الواحدات فردي فاذا كان عدد الواحدات فردي وهو فعلا فردي يحط هنا صفر واذا كان عدد الواحدات زوجي زين فيحط هنا ايش واحد زين بالنسبة ل الفلاكس الاخرى مثلا اكزيلار الفلاك ما عدنا ايضا قيمة صفر الانترابت الفلاك باقي على حالته السابقة احنا ما سوينا اي عاز فلذلك احتفظ بقيمة السابقة ما تغير وعدك بالنسبة للديركشن فلاك ايضا ما تغيرت قيمته لانه ما عدنا اي عملية لها علاقة بنقل المعلومات باتجاه الفورود او الباكورد في هذه الحالة الآن عزائي الطلاب راح نقوم بعملية مثلا تغيير لبعض قيم البرنامج حتى نأثر بالفلاكس بطريقة اكثر مثلا خلينا نغلق هذه السنافذة اللي امامنا ونحاول هذه المرة انه مثلا نجمع رقمين بحيث يصير عندنا مثلا كاري اول شي خلينا نشوف كيف يتغير زين ما يسمى بالكاري فلاك مثلا هاي القيمة راح اوضعها مثلا هي F زين و E مثلا شباب بس اكون ملاحظة خليها في بالك اذا كان الرقم مالتك هنانا هذا ال F E يعني هذا هو رقم اذا كان هذا الرقم مالتك يبدي بحرف مثلا A B C D E F فيجب ان يوضع قبل الحرف رقم صفر بهذا الشكل لاحظ الآن اذا انفذ هذا البرنامج لاحظ هذا البرنامج لو انفذه اسألها اميولايت زين يطلع لي رسالة ارار شنو معناتها رسالة ال ارار هذه يقول wrong parameters اللي هو العازي اللي هو move أي LFE يقوله هناك اسباب اما انه الرقم مالتك ما مسبوق بصفر يقول لك probably no zero prefix for hex لاحظة سهنان هاد رقماتنا مو بالحفاية 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 إذا ما دام هو بهادي بحرف لازم اخلي قبل صفر لكن اذا بدأ برقم فما اكو مشكلة تقدر ما تبدي بالصفر بس لانه هذا الرقم حاليا مالتنا بادي بحرف ABCDEF وهي احرف الخاصة بالترقيم الهيكسا ديسيمال او بالنظام السادس عشر لذلك يجب ان نوضع قبل ال F صفر او قبل اي حرف يمثل رقم نوضع لازم قبل صفر فالان راح اخلي هنا قبل الرقم اللي هو ال FE اخلي يعني قيمة الصفر حتى تبين بانه هذا هو رقم بالهيكسا ديسيمال الان لو اجي اسأل تنفيذ راح يتقبله وبطريقة صحيحة وما عندنا اي خطأ والبرنامج ما تنصبح بهذا الشكل نغلق هذه النافذة ونبدي بعملية ايش التنفيذ في هذه الحالة لاحظ التنفيذ مالتنا راح يكون موجود هنا لاحظ الان ايضا راح ابدي بعملية التنفيذ زيان خطوة خطوة ويشوف في الناتج هذه المرة كيف راح يكون معانا لاحظ اللي عازي الاول نحمل ال FE الى المسجل ايلو اذا راح اقول له ران هنانا single step لاحظ عايزي الطالب القيمة FE انتقلت للمسجل اللي هو الايلو اللي هو الجزء اللي هو من المسجل AX ورح ابدي انقل المسجل يعني قيمة صفر 2 المسجل الثاني والبيلو ايضا single step لاحظ عايزي الرقم صفر 2 انتقل الى وين الى المسجل بي اكس الان اريد اعرض الفلاكس لاحظ الفلاكس لحد الان ما تغيرت الان راح اقوم بعملية جمع لاحظ راح اقوم بعملية الجمع جماعة القيمة FE مع الرقم 2 لاحظ الناتج عايزي طالب وين المفروض يوضع زيان FE زيان مع الرقم 2 لاحظ انت عندك القيمة FE مخزونة داخل المسجل ايلو وعندك القيمة 02 بالمسجل بيلو من اجمعهم الناتج وين المفروض يخزن حسب هذا اليعاز اد ايلو بيلو ينخزن داخل الايلو بس خلي في بالك المسجل الايلو هو واحد بايت واعظم قيمة يخزنها هي الFF انا جمعت اثنين ويا الFE يعني لو اجمع ويا الFE واحد يصير اف اف يعني قبط يعني اقصى قيمة ممكن يتحملها الايلو هي الFF بس انا ما ضفت للا اف اي واحد ضفت للا اثنين فمعنا تجاوزنا القيمة القدرة الاستيعابية للمسجل ايلو لذلك اصبحت قيمته زيان كأنه يعني بعد الFF لذلك المسجل ايلو ما تحمله فاش طلع لناتج عزيزي الطالب طلع لناتج شنو هنان صفر صفر زيان طلع لناتج صفر صفر امنين جدت هاي صفر صفر عزيزي الطالب لاحظ لو نيجي هنان يعني رياضيا اراولك شون احنا عملية الجمع صارت زيان نشغل برنامج الورد لسهولة كتابة الارقام ب زيان لاحظ هنا عزيزي الطالب مثلا عندي قيمة اللي هي كانت FE كانت القيمة مالتنا هي FE زيان خلي شوي اكبرها لاحظ عزيزي الطالب القيمة مالتها هي FE الآن من اجمع الها ويا هاي القيمة اجمع صفر مثلا واحد او خلي نقول صفر فنية مثل ما موجود عندنا زيان عزيزي طالب لاحظ الناتج اش رح يطلع عدي الآن من اجمع القيمتين زيان مع بعضهم البعض زيان الآن الثاني اقوم بعملية الجمع في هذه الحالة من اقوم بعملية الجمع زيان رح اجمع ال E ويا الاثنين المفوض اجمع الناتج عزيزي الطالب المفوض من اجمع F العفو ال E مع الاثنين المفروض شي يصير عدي يعني يعني عدي ال E هي 14 من اجمع حوية الاثنين يصير الناتج 16 بالنظام هي عبارة عن الرقم صفر والمفروض باليد واحد يعني هنا قبل F زيان المفروض قبل F هنا يصير ادي الرقم واحد واضح عزيزي الطالب شوية عشر تمام الصفر ايضا يبقى 16 صفر صفر وايضا عدنا هالمرة كاري ايضا في هذه الحالة واحد في هذه الحالة تمام هذه العملية الرياضية ما التصار بهذا الشكل زيان رتب الارقام لاحظ هسا جماعة ال اي مع الاثنين طلعت 16 صفر باليد واحد لان النظام السادس عشر من تجمع به هو بهذه طريقة شو من من تجمع بالنظام العشر بتجمع رقم ويا رقم يطلع اكثر من عشرة تحط الاحات بالاسفل والعشر تصعد هنا نفس الشي بالنظام السادس عشر فاجمعت ال اي اللي هو 14 مع الاثنين طلع 16 صفر باليد واحد الان رح اجمع واحد ويا الاف ويا الصفر فهي ايضا 16 يعني معتها صفر باليد واحد هسا اجمع مع الواحد الصفر اللي تحت هنا وصفر اللي تحت هنا جد يطلع الناتج واحد تمام يا شباب فالناتج مالتي من عملية الجمع الان اصباح بهذا الشكل يعني من اجمع اف اي مع الصفر الاثنين المفروض يطلع ادي بهذا الشكل اللي امام كون وهو 100 تمام يا شباب هذا الرقم هو الرقم الصحيح لعملية الجمع الان نرجع لبرنامج نا في هذه الحالة لاحظ يا شباب الان اني من جمعت محتويات الايلو مع محتويات البيلو وضعت الناتج بالايلو اول رقمين بالناتج مالتنا شوف الناتج مالتنا اول رقمين هذا الرقم الاول والثاني اللي هي محتويات المسجل الايلو اللي يتحملها فلاحظ بالمسجل الايلو شموجود عدي هسه 00 تمام يا شباب هاي 00 من ينجتي من حاصل جمع الايلو مع البيلو مثل ما شفنا الناتج اول رقمين بالاكسا اللي هي 00 هاي 4 بـ 4 بـ 4 بـ 4 0 بـ 0 وين وضعنا الناتج بالمسجل الايلو والواحد هذي اللي بقت عدي وين اخليها هذي الواحد هل هو كاري ايه نعم كاري يا شباب هذا الكاري وين رح منه يقشر لي ويقول لي اكو كاري عدك شوف الكاري فلاق لاحظوا يا شباب الكاري فلاق زيان اصبح واحد ليش لانه انا المفروض يكون عندي صفر بصفر بواحد بس الواحد وين ظهر على شكل كاري زيان نسأل هل المحتويات هل محتوياته هل محتوياته صفرا قل لي نعم ايه صحيح نعم ليش شوف المسجل الزير افلاق صار قيمته واحد لانه الناتج اصبح صفر واحد يقول استاذ احنا مو جمعنا وطلع الناتج صفر صفر واحد ايه صح الصفر صفر انخزلت بالايلو وهو دايس انه يقول محتويات الايلو وشنو ناتج قلنا على صفرا والواحد وين راح كاري شوف هل عدنا كاري ايه نعم اصبح واحد تمام يا شباب اذا عدنا عملية زيان عملية جمع انطتنا كاري وبنفس الوقت انطتنا الناتج قيمته zero نيجي الان يا شباب بالنسبة للبارتي نيجي الان بالنسبة للبارتي نجمع شوف لو تيجي على يعني لو تيجي على محتويات ما تلقيلو هل عندك واحدات لا كليتها اصفارة تيجي على الكاري فلاق هل قيمته واحد اي نعم واحد نيجي نجمع عدد الواحدات هل هو العدد فردي اي نعم هو ما اخذ يعني بارتي ما لتا اود فلذلك اش طلع عندنا الناتج بان بارتي قيمته واحد يعني هناك شباب شوف الناس بالاسفل مختار هناك القيمة انه اذا طلع لنا واحد معنات بارتي زين ايفن واذا كان صفر فالبارتي هي ايش اود لاحظ السنات جمالتنا داخل الايلو المسجل داخل الايلو اش قد عدد الواحدات صفر هذا العدد شو اعتبار زوجي شنطاك هناك بارتي قيمته قيمته بارتي شنوه زين واحد معنات انه انت مااخذ الارتي ايفن في هذه الحال يعني شنوه هل عدد الواحدات بالايلو زوجي اللي هو قيمته حاليا صفر ايه نعم عدد زوجي لانه قيمته صفر اذا انا اش اخلي داخل الارتي اخلي رقم واحد ليش لانه الواحد دلال على انه ايفن وهو العدد صفر هو عدد زوجي يعتبر واضح يا شباب زيان الان نجي نسأل نفسنا هل صار عدد اثناء عملية الجمع مع الالو مع البي لو هل عدد ناتج طلع وتحول كأنه للمسجل اللي بعده ايه نعم لذلك عدد الاكزيلاري فلاق ايضا قيمته واحد ليش صار عدد الاكزيلاري فلاق قيمته واحد لانه الناتج تجاوز ولانه الاي اتش ما شارك بعملية الجمع يعني احنا دي نقول ال فقط ما قالين ايهاي او اي اكز لذلك الايهاي ما يحتفظ بالمتبقي او الكري اللي يجي من المرتبة اللي بعدها وانما وين راح الناتج للكري فلاق يعني انا لو جامع هنا الاي اكز مع البي لو كان الناتج وين الخزن بالاي اكز وهو يتحمل وما يطلع ادي كري في هذه الحالة تمام زيان لانه الناتج اكبر من محتويات البيت الاول لذلك الاكز لاري فلاق طلع عدنا واحد الانتراب تفلاق انت واحد هاي من اصلا قبل ما اشغل البرنامج فهاي باقي على حالة ما عدنا اي تغيير بيها واضح يا شباب العفو زيان هنا انا شفنا انه كيف اتغير الكري فلاق وكيف اتغير الزيرو فلاق وكيف انه قيمة تعدلت على هذا الناتج والاكزيلاري كري فلاق ايضا اتعدت على هذا الناتج لحد هنا يا شباب احد عدة سؤال اي عين اتفضل اي طبعا بس العكس ما يصير يعني ما يصير تحول مسجل محتويات 16 زيان الى مسجل محتويات 8 يعني لا يجوز نقل اي اكس مثلا الى بي لو ولكن العكس ممكنة العملية يعني من ها لا ما مشكلة سنقدر نشيك اي سؤال تسأل لي اعتبر نفسي طالب مثلك نروح نجرب ونحكم تمام اسا نشوف اسا نشوف اسا نشوف اسا نشوف انا اي شغلة تسألني اقول لك ما اعرف نروح ننفذها بالبرنامج هو الفيصل ليش شوف كل مايكرو بروسسور الى لغة الاسمبل الخاصة بي وان كنت متمرس في كتابة البرامج الخاصة بال الات 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 بال اي ت اكو معالجات اي افضل او مثلا معالجات الات الات بس مهما يكون انساهم فلذلك اللعازات معالجات كثيرة وتداخل اللعازات فاني الفيصل المالتي انه انفذها بالبرامج وتأكد من عده حسا نشوف بعد قليل رح نتشيك حسا بالنسبة للفلاكس وتغييرات وتأثيرات هذه الفلاكس شباب وين موجودة نقدر ندخل للهيلب على الدوكيومنتيشن حتى نشوف كل واحد من هذه الفلاكس وتقدر تبحث في هذه المواضيع المختلفة زيان وتقدر تشوف الامور الخاصة بالفلاكس وين موجودة تقدر تسوي سيرج على داخل هذا الدوكيومنتيشن اللي موجودة عدك وتقدر تشوف الفلاكس هذي مثلا وين موجودة كيف تأثيرات مثلا بالاسمبل لانجوش مثلا تتوريال زيان تجي تبحث مثلا بموضوع فرضا يعني بالعمليات الرياضية والمنطقية يجوز يقول لك الفلاكس تأثر أو يجوز مخاصصة مثلا موضوع خاص بيها زيان تقدر تشيك مثلا بالعمليات الحسابية لاحظ زيان شوف رأسا مباشرة اول ما طبت عن عمليات الحسابية رأسا طلع لك موضوع الفلاكس شوف اول بت هو خاص بي من بالكري اللي بعده فارغ ما مستخدم هذا الابيض يعني الـ اللي بعده يجي مثلا الـ اللي بعده ايضا لتطويرات المستقبلية بعدين وراء بعدين وراء بعدين وراء الزيرو يجوز ترتيبها عندك يختلف يعني هذا اللي عرضيها بالبرنامج مالتنا لاحظ اللي معروض بالبرنامج شوف هنا نحطين الكري زيان هو اول واحد فعلا بعدين حطين الزيرو شوف هذي هو مو شرط العرض مالتها هنا هو نفس ما موجود هاي هنا السهولة حتى البرنامج يقول ليش اعرض لك اشياء هي اصلا ما موجود يعني هاي البتات اللي باللون الابيض هذني اصلا ما مستخدم يعني بالمايكرو بروسيسر يعني ما مصنع اصلا داخل فليش يعرض لك خانات وتبقى فارغة امرتب الكياها حسب اهميته هنا بالبرنامج فلاحظ اظن يعني الفلاكس اللي موجود بعض هن موجودات هنا وترتيب هن ليس حسب ما مذكور هنا عندك داخل هذا الترتيب اللي موجود امامك هذا فعلا اللي مصنعة داخل مايكرو بروسيسر بس اللي هنا معرض بالبرنامج هذي حسب اللي يحتاج يعني مثلا عندك تريس فلاك هذا تي فلاك احنا نسميه شوف ما حاطي تمام يعني يقول لك هنا ما تحتاج ها حاليا تعرض تريد تتبع تقدر هنا تعرض بعض الازرار الخاصة بموضوع الانتراب وتقدر تعرض حاليا احنا ما نحتاج واضح اذا لاحظ عزيز الطالب هنا بالنسبة لي الفلاكس واضح كل واحد من عدهم شنو اللي يسوي لاحظ هنا مثلا كري فلاك شنو قيمته وماذا يعني ودي الطيق وامثلة عليها وكيف يصير واحد وكيف يصير زيرو وهنا ايضا زيرو فلاك متى يستخدم الساين فلاك الوفر الاخر كل واحد من هذه العمليات العفو الفلاكس واضح انه كيف يتأثر وكيف يتغير في هذه الحالة من الحالات هذا تقدر تطلع عليها وتقرها هذا كان موجود تحت تبويبة زيان موضوع الاسمبلي لانجويتش يعني تاتوريال زيان وتدخل على موضوع العمليات الرياضية والمنطقية تشوف اول موضوع عندك هو موضوع الفلاك هاي ذات لتقرأ عنه وتستزيد تمام يا شباب زيان ننتقل للبرنامج مالتنا نحاول نعدل عليه مرة ثانية زيان ونشوف كيف انه نغير بعض الفلاك الاخرى ونطلع على مواضيع اخرى مثلا انا عزيز الطالب اريد ننفذ بدل اليعاز مثلا اد خلي نجرب اليعاز سابتراكت اريد نشوف اليعاز سابتراكت خلي هنا ناخذ قيمة ايضا من القيم اللي سهلت الحساب حتى بالنسبة لك عملية المقارنة استخدم هنا مثلا بالنسبة اليعاز الثاني مثلا رقم فرض خلي نقول 06 هذا الرقم الثاني والان اريد اجري عملية الطرح اليعاز سابتراكت هو يعاز عملية الطرح ونطرح محتويات الايلو من محتويات الايهاي ونوضع يعني نطرح من الايلو والناتج نوضع داخل الايلو اذا المحتويات البيلو تطرح من المحتويات الخاصة بالمسجل اللي هو الايلو والناتج يوضع بالايلو ونشوف الناتج كيف رح يصير ايضا رح اقوم بعملية لاحظ الان البرنامج مال اتتعدل شوف اليعاز سابتراكت اصبح اليعاز الجديد والكود مال هو 2A تمام و C3 هو القيمة الخاص باليعاز الطرح الان هذه C3 لاحظ اليعاز التين النهاية مال البرنامج مال اتنا هو اليعاز التين وهذا البرنامج مال اتنا في هذه الحالة زي بهذا الشكل الان رح نفذ اليعاز الخطوة الاولى بس قبل ه نتأكد ان الفلاكس موجودة عدنا بلاحظ الحالات الاولية والحالات الاولية الخاصة بالبرنامج بالنسبة المسجلات الAX والBX والCX رح نفذ اليعاز الاول لاحظ تحملت القيمة 08 الى المسجل الايلو وراح انتقل اليعاز الثاني نفذه لاحظ الفلاك متأثر لانه ها عملت النقل متأثر بالفلاك نفذ اليعاز الثاني ايضا انتقل الرقم 6 الى المسجل الايلو البيلو في هذا الحالة والان رح ابدي بتنفيذ اليعاز الثالث وهو يعاز الطرح شوف الفلاك قيمهم ما متأثر ايضا باليعاز الثاني الان single step لاحظ الان قمت بعملية الطرح شوف الفلاك مات ايضا متأثرت ليش اولا اجرع عملية الطرح 8 ناقص 6 2 والناتج وضعه بالايلو شوف هذا الرقم 02 هذا ناتج العملية الاخيرة 06 بالنسبة البيلو متأثرت لانه يعني ما علاقة بي لاحظ الناتج 02 هل الناتج بي كري يعني اثناء عملية الطرح صار عدنا بورو يعني لانه هذا الكري يصير اثناء البرو واثناء الكري يعني يصير قيمت واحد احنا ما عدنا استيدانة يعني من طرحت مصار عد استيدانة من المرتبة اللي بعدها لذلك ما عدي كري لذلك قيمته صفر هل الناتج بعد عملية الطرح كان صفرا لا ما اكو صفر اذا ايضا حافظ على قيمته 0 وكذلك بالنسبة للإشارة هل الناتج عملية الطرح سالب لا مسالب لانه طرح 6 من 8 والناتج يعني يبقى ثنيا مو سالب ثنيا فلذلك الثاني فلاك ما تأثر واضح يا شباب هذه الإشارات اللي لنسميها الفلاك اللي لها علاقة بالبرنامج مالتنا كيف انه تأثر او لا تأثر بالنواتج يعني هاي النواتج ما تأثر بالفلاك او اثرا بالفلاك الان رح اغير بعض القيم الخاصة بالبرنامج مالتنا السابق حتى نسوي عدنا مثلا كاري او نسوي عدنا مثلا ساين تتغير الإشارة فرضا انا رح اطرح مثلا الرقم فرضا عشرة زين رح اجي هنا انا الى الرقم ستة و اطرح يعني اسوي حرف اي لاحظ عايزي الطالب صفر اي هو عشرة صفر ثمانية هو ثمانية فمن اطرح عشرة من ثمانية المفروض الناتج سالب اثنين صح لولا ورح يوضع داخل الايلو فخلي ننفذ هذا البرنامج ونشوف المفروض يصير عندنا كاري ويصير عندنا ساين وهالأمر كلية تتحول عندنا الى يعني قيم يعني الى قيم جديدة انا نفذ اليعاز الاول اتنفذ انتقلت الصفر ثمانية الى الايلو ونفذ اليعاز الثاني زيان لاحظ الصفر اي تحولت للبي لاحظ عندنا الكري او الفلاق رح عارضهم لاحظ قيمهم اصفار امام اثرات الان رح نفذ اليعاز الثالث لاحظ عزيز الطالب زيان بالنسبة لعاز الثالث اجر عملية طرح القيمة عشرة من القيمة الثمانية ووجد الناتج ووضعه داخل المسجل الايلو هذا هو ناتج عملية الطرح تمام يا شباب هذا هو ناتج عملية الطرح بس اثناء الطرح احتاج انه يسوي استدانة لانه ما معقول تطرح عشرة من الثمانية والناتج يكون صحيح الا يستدين من المرتبة اللي بعدها فسو استدانة بورو البورو قلنا نفس الكري يأشر انه داخل الكري فلاق واضح يا شباب زي هسا رح اسألك الناتج اللي انت وجدته سالب المفروض لو موجب المفروض سالب شوف الاشارة هنا الساين فلاق قيمتها واحد معت الاشارة معت الناتج العملية الحسابية الاخيرة هو شنو هو الناتج سالب لذلك هذا الساين فلاق يصبح قيمتها واحد واضح عزيزي الطالب الان لو تلاحظ عندنا الاكزيلاري كري ايضا اصبح واحد ليش لانه انت عندك يعني البت الثاني استدانة من الثالث والثالث استدانة من الرابع فمن يصير عندك استدانة على قد اربع بتات الاكزيلاري كري يأشر لك واحد تمام اذا هنا الاكزيلاري كري ايضا صار موجودة بالدوكومنتيش اللي قبل قليل عرض تلكية واضح يا شباب هذه عملية جمع وعملية طرح بالكزامبولز ما لاتنا اللي شفناهن ما لاتنا في هذا البرنامج طبعا نريد ننفذ الاعازات اللي ذكرها الزميلكم قال نقدر ننقل مثلا مسجل اي اكس واي لو وبيناتهم يعني خلط بأحجام المسجلات خلن نجرب الان ونشوف من الاعازات مسموح ومن الاعازات غير مسموح مثلا خلينا نمسح هذا الاعاز للطرح وخلي نستخدم يعاز موف مثلا خلي أنقل اولا فرض من البي لو مثلا زيان نشوف هذا النقل مسموح زيان وهنا مثلا ننقل مثلا خلي نقول من ال اي اكس الى البي نشوف مسموح لو لا وايضا مثلا نجري يعازات اخرى وخلني نشوف ياهم من عدهم صحيح وياهم من عدهم غير صحيح ايضا رح سوي كوفي وانسخ بعض اليعازات للأسفل حتى تصل عندنا مجموعة من اليعازات نقدر نشيكهم مع بعض هنا مثلا اريد انقل مثلا من الاي خلني نقول من البيلول للأي اكس شوف هذا النقل من 8 بيت الى 8 بيت هنا من 16 الى 8 هنا من 8 الى 16 هنا من 16 خلني نقول الى 16 خلني نسميها بي اكس خلني نشوف شنو المسموح وشنو الغير مسموح بس حتى العملية يعني يبين الخطأ وين دي يصير خلني نفذ اول شي كلية القطعة واحدة ما اكوا مشكلة هنفذ سوي اميليت وخلني نشوف اول اعازة اللي طلع لي عليها ملاحظة دي يقول 8 اوبرانز دو نوت ماتش 8 بيت ان 16 بيت رجستر شوف هنانا الاول مشا ما بي مشكلة شوف ما علي تضليل اللي عازة موف البي لو الى الايلو ما بي مشكلة لانه 8 بيت 8 بيت هنا انا 16 الى 8 ما عجبه قال 16 بيت حجم جبير للمعلومة هنقولها داخل 8 ما تكفي فالمفروض ما يصير ففعلا طلع لي ارار هسوي close وهذا اللي عاز حتى لا يتوقف البرنامج مرة ثانية عنده ش رح اسوي رح مسحة ونشيك مرة ثانية نسوي emulate شوف عدنا بعد ارار شوف هايضا اهنانش قال لي قال لي اكو عدك ارار ارار وين اثناء عملية نقل معلومة 8 بيت الى مسجل 16 بيت المفروض الحجم هو متناسب يعني هذا 8 بيت انت تقدر وين تخليها لل16 ليش ما قبلها اهنانش يقول لك لا يوجد اعاز الى شفرة بهذا الشكل يعني هذا الى اعاز اللي ينقل 8 بيت الى 16 بيت ما موجود عندنا شفرة بهذا الشكل واحد يقول لك بس المعلومة ما انت 8 بيت يعني مضطر يعني انقلها فانت اش تقدر تسوي انت المعلومة تقدر تكتبها بطريقة صحيحة او صريحة يعني تقدر تكتبها احنا نسميها ميديا يعني مثلا تكتب الرقماتك لل16 بيت تكتب صفر 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 مثلا قيمة 1 وتكتب اتش يعني شو سا هذا الرقم هو يعني هكسا دي سيمال زيان متكون من 16 بيت ليش الخانة الاولى 4 بتات الخانة الثانية 4 بتات الخانة الثالثة 4 بتات الخانة الرابعة 4 بتات فصاله 16 لان هذا بيكسا دي سيمال وانت تعرف انه بيكسا دي سيمال كل مرتبة يعني 4 بتات بالبايناري فاذا سا هذا المفروض بهذا الشكل يقبله احسا رح قول له شوف نفذ البرنامج كله ليش نفذه يعني ما معناه انه سوى لكمبيليش ما طلع بيرار ليش اولا هالمعلومة صارت 16 يعني معناه الاي لو او بي لو او سي اكس او سي لو او سي هاي الى مسجل 16 بتمي قبله اذا يا شباب اي عملية نقل 8 الى 16 او 16 الى 8 باستخدام الرجسترات غير مقبولة اذا لازم النقل من لو الى لو او من لو الى هاي او من هاي الى لو او من هاي الى هاي انه بايت الى بايت بس لا يجوز او مثلا بالمسجلات 16 اي اكس الى بي اكس سي اكس الى اي اكس دي اكس الى اي اكس كلها مسموحة بس بين مسجل 8 الى 16 او من مسجل 16 الى 8 غير مسموحة وهاي العملية مرفوضة واضح يا شباب اذا في هذه الحالة العمليات الخاصة بعمليات النقل عرفناها بالنسبة للععازات الاد والسبتراكت اخذناها واخذنا ايضا وياها تحليلات بعض اعازات اللي خاصة بعمليات الموف وقلنا شنو المسموح وشنو الغير مسموح في عمليات النقل واضح يا شباب احد عدة سؤال يا شباب لحد الان فيما يخص اي تفضل كل سؤال تسأله اريدك اتجربه انت هسا شسألت مثلا تجمع الايلو والبيلو هسا هاي رح نقل الايلو والبيلو تجمع الايلو والبيلو والناتج وين تريده في بيلو اتجربها ماكو مشكلة هسا خليل نقول عسا رح نقول موف للايلو قيمة ولنقل هاي القيمة مثلا خليل نقول صفر واحد بالاكسا ديسيمال ونقول العازة الثاني اللي هو موف للبيلو انت شوف داكتر مثل ما تريد لا لا للبيلو شنو الرقم ماذا خليل نقول فرضنا صفر اثنين بالاكسا ديسيمال هسا هذا رقم الاول والرقم الثاني وضعناهم بالايلو والبيلو هسا الناتج وين تريده هسا هاي اكتب بيلو فارزه واكتب المسجل اللي تجمع وياه مثلا الايلو مصحيح وجربها اي المخزن بلضبط هسا مرح يجمع الايلو ويا البيلو الناتج وين يخلي يخليه بالبيلو خلي شوف اكتبت اضافة الايلو والبيلو بس الناتج اخليه بالبيلو انا ما يسلم اشلون اشلون مثلا جمع الايلو والبيلو اي 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 لا هسا هو هاي بالبيلو اي يعني بالبيلو هسا من يجمع الايلو مع البيلو الناتج وين رح ينوضع السهنانة لا 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 شوف منه المسجل الاقرب للي عاز اد اذا الناتج وين رح يوضع عافية هسا خلينا نجربه شو باوع اخذه مع تمابي خطأ هسا رح ننفذ يعازي الاول والثاني زين خلي عرض الفلاق همين يعجبنا بهاي الحالة وراح سننفذ الثالث اول شي قبل ما هذي باوع الرقم واحد والرقم اثنين الخاصة بالايلو والبيلو شو سراح يجمع الجمع هم المفوض ثلاثة وين الناتج وضعها بالبيلو شوف البيلو تغير بس الايلو شبي حافظ زين انت تقول لا اريد ما ما سوي هي شي اريد الناتج نوضع وين بالايلو زين وهذا المسجن ان انا بيلو رح نخلي بيلو تقدر ورا ما تقوم بعملية الجمع حسا الناتج وين موجود بالايلو تقدر تنقلة تقول لا من هو للبيلو محتويات الايلو تقدر تنقله شوف سال برنامج يختلف عن السابق نقول لا زين رح نقول لا سنقل لا الايلو زين شوف الناتج نقل لك الواحد للايلو الورا نقل لك الاثنين للبيلو الورا جمع لك الناتج وين خلى بالايلو هسا رح ننقل الناتج للايلو عفو للبيلو شوفوا حاليا البيلو اثنين المفروض يصير ثلاثة ورا لي عز تالي هسا نقلت الناتج اللي هو صفر ثلاثة من الايلو وين رح الناتج للبيلو يعني تقدر يعني ذاك اللي عاز خلى لك الناتج مباشرة بالبيلو هنا لا خزن الناتج بالايلو بعدين انت نقلت للبيلو فتشوف هذي تعجبك ذيشة تعجبك كلها صحيحة واضح استخدموا البرنامج هذا طلعوا الاكزامبلز الموجودة ونفذوا من عندهم نفذوا هذا كل ما تنفذ كل ما تصل عندك قابلية قوية انا شريد من عندكم انا بعد كم محاضرة اجي اسوي لك مثلا اختبار اقول لك اكتب لي برنامج يخزن معلومة بالايلو ويخزن معلومة مثلا بالسيلو واجمع لي الناتج وحط لي الناتج بالمسجل مثلا سي اكس سيلو مثلا واجمع لي كذا ويا كذا وطرح لي من عنده رقم اربعة والناتج حط ليه مثلا بالدي ال هي تشي سوي لك امتحان واقول لك اكتب لي برنامج يجمع يطرح ينقل اجيب لك مجموعة يعزات هذا يصير لو ما يصير يعني ننقل من الو لل اي اكس يصير تقول لي لا من المثلا ال دي اكس لل بي لو يصير تقول لي لا لانه مختلفات بالحجم من ال ال مثلا لل بي ايل يصير من ال اي اكس لل سي اكس مثلا يصير هي تشي رح اسألك هي تشي يعني قصدك اد مثلا ايلو وبي لو وسيلو ودي لو هي تشي يعني لا ما يصير كل اي اعاز من ال اعازات من المايكرو بروسيسار يدخل له اوبراند واحد فقط يعني معامل واحد يعني مثلا اند مثلا اقيمة بس واللي يسوي اند بين من ومن بين القيمة وبين محتويات المسجل ايلو مثلا او الاي اكس يعني بس او مثلا عملية جمع او طرح بين قيمتين مسجل اول ومسجل ثاني بس ما يصير ثلاث مسجلات او اربعة تذكرة في نفس الاعاز ماكو هي تشي ما ممكن لا انت شون تقدر تعرف باوع مثلي انا شون رح اجعل هيلب اجعل دوكومنتيشن اروح وين على الاندكس هذي او اجعل الاعازات مالة الات اي تي سيكس الستة مو قلت اعازات الاد شكو انواع من عده شف تعال على الاد شوف الاد شنو شنو موقع ذاكرة ومسجل مسجل وموقع ذاكرة مسجل ومسجل معلومة مباشرة وموقع ذاكرة معلومة مباشرة ومسجل اكو كاتب لك مسجل 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 ذاكرة 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 ما ذاكر لك دائما الاثنين وش كاتب لك اللي عاز اد العملية ما تكتالي يجمع رقم اول اسمه الاوبراند الاول ورقم ثاني والناتج وين يوضعهم بالاوبراند الاول شن يعني اوبراند يعني هذا المعامل الاول ما ليعاز هذا الاول يسمو الايلو هذا يسمو الاوبراند 1 وهذا الرقم الثاني يسمو الاوبراند 2 هس راش راح يجمع يجمع خمسة زائد المحتويات الايلو والناتج وين يوضعها بالايلو شوف دائما حاط قيمة ووراق زائد قيمة ما قايل قيمة زائد قيمة زائد قيمة زائد قيمة ما يصير تمام شوف هنانا بالإعازات بالأسفل الشي كاتب لك كاتب لك يا إعازات تتأثر بالعملية ما تتجمع شوف يتأثر الأكزيلاري الباريتي الأوفر فلو الزيرو فلاغ كل هذا اللي تتأثر اللي ما كاتب لك جواهن هذا اللي زيان ما يتأثر شوفة مثلا هنا بعمليات المنطقية زيان بالعمليات المنطقية ما حاطط لك الأكزيلاري الأكزيلاري فلاق ما يتأثر كاتب لك بالآن الأكزيلاري فلاق ما يتأثر فإذاك ما خال له شوف مثلا بس دع علمك الفلاق شون تتعاملوا yeها شوف اللي عاز كل هاي الإشارات اللي يشبيهن ما يتأثرا كاتب أنتشينجد هذا اللي كل اللي ما يتأثرا فدا يقول لك كل يعاز شنه اللي يتأثر شو ما يتأثر زيان هذا يسمى convert by to word شوف هذان كل هنالفلاكس هذان ما يتأثرا شوف اكو بعض الاعازات مثلا هنا بالCLC هنا يسمى clear carry flag شوف يقول لك بس الكري فلاك يتأثر يصير قيمة صفر هنا يقول لك مثلا clear direction flag زيان الDF يصبح صفرا بس الD flag يتأثر وتصبح قيمة صفر هذا يعلمك انه يا فلاكس تتأثر ويا فلاكس ما تتأثر واضح يا شباب هاي تقدر تيجي هنا من الDocumentation وشوف يا يعاز مسموح فلسا شفنا اللي يعاز آد من اللي من هن مسموح ومن اللي عندهم غير مسبوح واضح هاسا اللي يعاز آد شفنا انه يجمع رقمين فقط لا يجوز اكثر واضح يا شباب زيان الشباب اذا ما عدكم سؤال لحد الان اني اضطر انهي المحاضرة الان فان شاء الله يعني ان محاضرتنا على اسبوع القادم واتوقعوا ان شاء الله في بداية المحاضرة القادمة ان شاء الله نسوي نفد كوز صغير على ما اخذناه لحد الان يعني كيفية تشغيل اي تفضل اي طبعا اكيد ان شاء الله احنا مطلوب من عندنا ان نسجلها حتى ننزلها بالبروفايل الاكاديمي زيان فاكيد راح تكون موجودة ان شاء الله وننزلكم اياها بالكلاس وننزلكم اياها بالبروفايل الاكاديمي ان شاء الله تمام يا شباب تمام اوكي يالله شباب تقدرون تتفضلون ما عندنا شيء ان شاء الله يالله هنا وسهل العيني مع السلامة في اماله